ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة كل هذا من الأثار التي تكتب على الإنسان وتكتب للإنسان ويلقى الله عز وجل ويسعد بها في دنياه ويسعد بها في قبره لأن هناك لحظة يتمنى الإنسان فيها أنه يعود إلى الدنيا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم أخر قال بعض المفسرين أن هذا يكون في القبر عندما يلقى الإنسان الملائكة الكرام فيسألونه وينبئونه بما قدم وبما أخر فماذا يفعل وماذا يجيب يتمنى الإنسان ساعتها أنه يهرب ولكن من أين أين يهرب وأين يفر وهو بين يد الله سبحانه وتعالى وهو في قبره ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقيل أن هذا يكون يوم القيامة ساعتها يتمنى ويقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي يتمنى أنه لو قدم لحياته وقدم في حياته فالإنسان لابد أن يقدم أثرا طيبا وعملا صالحا يلقى الله عز وجل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات نبينا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم مات ولكنه ترك أثرا طيبا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضل فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام علم صحابته الكرام أن يقدموا أثرا طيبا يكون لهم بعد موتهم ويكون لهم شافعا أمام الله عز وجل ولذلك عندما ننظر في سير الصحابة الكرام ماذا قدموا هل كان همهم الدنيا وهل كانت تشغلهم الدنيا ومتاع الدنيا وأموال الدنيا أن يتركوا أثرا طيبا وأن يتركوا عملا صالحا أم كانت لهم أعمال صالحة خالصة لوجه الله عز وجل يبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى مع انشغالهم بالعبادة وانشغالهم بالدنيا وانشغالهم بذكر الله سبحانه وتعالى وكل أمر من أمور الدنيا ولكن مع ذلك تركوا أثرا طيبا بقي لهم عند الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرهم به